أزمة مالية كبيرة وتدهور في الاقتصاد يعيشها العراق تضاف إلى أزمة سياسية تتنامى على وقع تدهور واقع الكهرباء في البلاد وتصاعد حدة الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية ضد الفساد والفشل الحكومي الوكالة الدولية للطاقة حذرت من أزمة سياسية كبيرة في العراق في حال استمرار الانقطاع المزمن للكهرباء إلى جانب انخفاض أسعار النفط وكالة بلومبرغ نقلت عن رئيس الوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول قوله إن العراق يواجه نقصا متزايدا في الكهرباء ويرجع ذلك إلى حد كبير لنقص الاستثمار في محطات وشبكات الطاقة القديمة وفاقم هذا النقص انخفاض أسعار النفط الخام هذا العام ما أوقف أي إمكانية لتحسين هذه الشبكات بيرول طالب الحكومة الحالية في بغداد وبحسب تقرير وكالة بلومبرغ بخفض الروتين وأعطاء الأولوية للصيانة والإنفاق على منشآت الطاقة لدرء ما وصفها بالاضطرابات الاجتماعية والسياسية قائلا إنه يتعين على ثاني أكبر منتج في منظمة أوبيك التحرك بسرعة لتعزيز إمدادات الكهرباء أو مواجهة أزمة جديدة خلال الشهرين المقبلين المسؤول الأممي بيّن كذلك أنه من أجل تصحيح اختلال التوازن في الطاقة على المدى الطويل فيجب على العراق الاستثمار في معدات ومرافق جديدة وتطوير الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة بيرول أشار كذلك إلى ضرورة الإصلاح الجزئي السريع في قطاع الكهرباء لافتا إلى أن العراق يولد حوالي 9500 ميجا واط وهو أقل بكثير مما يحتاجه لتلبية الطلب هذا الصيف التقرير أوضح أن نقص الكهرباء حقيقة من حقائق الحياة في العراق منذ عام 2003 مضيفا أنه إلى جانب الدمار الذي حل بالبنية التحتية للبلد لعب الفساد والفشل الحكومي دورا كبيرا في تدهور قطاع الطاقة وشدد التقرير على أنه إذا لم تقم الحكومة الحالية بما يجب فقد تتفاقم الاضطرابات في البلاد وتكون لها عواقب أمنية وصفها بالخطيرة والقاسية على العراق والمنطقة